من منكم لا يذكر مهنية عرساء التي شهدت على أعنى في الجولات القتالية بين الجيش والمسلحين الجولة في داخلها تظهر أن المهنية لم تعد صالحة لاستقبال طلاب في الوقت الراهن القذائف اخترقتها والرصاص في أرض غرف انقلبت مقاعدها التربوية المنازل والمحلات الواقعة في دائرة المستوصف المهني دمر بعضها واحترق وسرق المدارس لم تسلم أيضا فالمسلحون لم يوفروا زاوية إلا وتحصنوا فيها فتركوا وراءهم أضرارا كبيرة جينا لأينا رأيتنا مدمر منشرتنا مدمرة عرفت كيف ومثل ما أنتم شايفين يعني عرفت كيف نحنا هايدي نحنا هايدي أنا ابني هلا لحد الآن هايدي بعده أقصات علي هاي الباية هاي الباية هاي دا بعده أقصات علي منهو بمصرو ما في شيء بناء بناء نحفل التياب الغراض سرقلي ذهب مصاري كل شيء ما رافت والله أنا بعدني هلا وصل لك عمال جيب كوني ساو أنا جيت ما لقيت حدا بس للمرحنا كان فيه سرحين بالحور بين هذه الأضرار والأصوات المطالبة بالتعويض عن خسائرها جاء الرئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير على رأس وفد من إدارات الدولة جولة معينة لإطلاق عمليات المسح من أجل التعويض عن أبناء عرسال خلال 48 ساعة حضرة العماد جون أهوجي كمان متسرع بأن يساعدنا ويبعد خلال 48 ساعة لجان المسح على الأرض هايكونوا إزالة جهزين ويتم الكشفة الرفع الملفات اللي يتا أكيد منزكب بالمستندات الدولة لم تغب عن البلدة يقول رئيس بلدية عرسال وما حصل كان متوقعا أكثر منه والحادث كان بده يصير وهربنا منه كثير ولكن حصل بس حصل نحن نعتبر أنه أقل الخسائر كانت الشيء أكبر من هكب كثير بده يكون بس وقفت أهل عرسال وتفادينا الأمور الخدمات العامة التي انقطعت عن عرسال بحكم الاشتباكات هي بدورها باتت محط معالجة من قبل الفرق الحكومية المختصة